بنكمل فكرة تصميم تبعديجة الكمبنزيتر وصلنا المرة الماضية حولنا الكلانت الزيرو أوردر هورد مع الكلانت حولناها لزيت ترانسير كونكشن طلعت معنا الفونكشن اللي موجودة هون بعدين أخذنا على أساس انه زيتة بتساوي 0.7 ووميجا إن بتساوي 0.92 رايدنس فر سيكت لازم رود لوكيس بورث النقطة هاي أو نقطتين هدول هو ما بمر بوضع الحالي فمضطلنا اصميم له كومبنزيتر كومبنزيتر شكلها رح يكون فيها 0 وقول رح يكونوا التنين ريل احنا رح نفطلطهم حين ريل موجودين على الريل اكسس فرح يكون ان ريل وبي ريل هلأ الشرط اللي بدأ طبعا من دي اطلع قيمة ان وبي بحيث يتحقق الشرط ويمر روت لوكس في النقطتين هدول حتى روت لوكس يمر في النقطتين هدول دي اطلع ايش اسمه الان بلوك ديفيسيت ايش معناها باللغة ديفيسيت عجز لما يقول في بيزان المدفوعات في ديفيسيت ايش في عجز معناها بدي هذا المبلغ حتى ايش اكمل حتى اتميزانيتي تكتمل احنا نفس الشي بنقول حتى هو يمر في النقطة الجديدة لازم الكمبنزيتر الانجل تبعت الكمبنزيتر احنا نظهر ما ماشي هلأ يعني كانها زاوية 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 تساوي مضاعفات المية وتمانين حتى يكون هذا صحيح فرح استخدم انا الانجل كونديشن بحيثنا اطلع اول شيء الديفسيت انجل ازا الديفسيت انجل هي الانجل اللي بتنقصني حتى الشرط هذا يسير صحيح حتى اطلع الديفسيت انجل رح اعود هاي القيمة واحدة من هدول رح اعودها في اف وzeit هناك حتى اطلع اناسر قريقة اطلع الانجل منli هون. هي عندككمية هون كمية هون. كمية هون كمية هون. الزاوية النهائية شو بتتساوي بتساوي زاوية هات. ناقل زاوية هات ناقل زاوية هات. نزبوت. ازا ان استطلعت الزاوية هايةّ والزاوية هاتو الزاوية هاية. الزاوية هاية دانه هدول بطلع معي او بطلع معي او بطلع معي اول شيء اجل فخليني اطلع قيمة فخليني اطلع قيمة F لما Z بتساوي Z1 و 2 اذا راح تكون بتساوي بتساوي زاوية Z plus 0.983 زاوية Z plus 0.983 هي زاوية راح تكون 0.441 plus 0.983 plus 0.541 انا راح اخذ القيمة فهذا صار ريل زاوية ريل وهذا عندي معي او بطلع منه زاوي ناقص زاوية ميه زاوية هادة اللي هي راح تكون minus 1.441 minus 1 plus 0.451 صار راح تكون الجزء الاخير زاوية الجزء اللي موجود هون راح تكون كمان 0.441 plus 0.9048 أو minus 0.9048 0.9048 0.9048 هاي 1 plus 0.451 صار راح طلع اذا زاوية هاي زاوية هاي وزاوية هاي وراح اطرح. هلا كيف تطلع الزاوية هاي ايش اسم من الزاوية تطلع معي هون 17.57 17.57 دقريز منص 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 38.89 دقريز منص منص 44.2 دقريز منص 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 تطلع الزاوية النهائية كلها معي. 100 تطلع 100.8 مزبوط. 100 100 6 100 6 طيب اذا هلا هون منسأل السؤال هديش بدي حتى اوصل 180. مين اقرب 180. مين اقرب 180 مين اقرب مضاعف مضاعفات 180. لحون. شو يعني مضاعفات 180. 80 مية وثمانين. بلش كمان. 540 او ناقص 180. اذا هن هو مين اخرب اشيء ليه? 180. اذا ناديش لا اسمي الديفسيت انجل. يعني ثيتا دفيت زادت مية بوينتسيكس هتساوي 180. اذا ثيتا دفيت شو بتساوي? تسعة وستمين. مش هينيه? الا امري تقريبا انا نديش تقريبا تسعة قطر اتقريبا تسعة صفين. ما اعتبر هتكريبات اليوما. اذا اذا شو معي هي تقريبات اليوم. اذا اذا شو مع几رجة تدخسي بتساوي 79. مين اللي بدو اعطيني هاي الزاوية؟ مين اللي بدو اجبلي هاي الزاوية؟ ازان المفروض انه لما باختار تطلع زاوية هاي. ناقص الزاوية هاي اللي موجودة تحت شو تطلع معي فتساو وسبعين. شو في عندي مشكلة هون? كم معادلة عندي الان? انتي معادلة واحدة عندي الزاوية هاي ناقص زاوية هاي بتساوي هديك. لكنه عندي كم هلا هون رح صعب يعني صعب نلاقي هوله فم ماضحة او قاعدة. احنا راح نفتار ن نحط قيمة لن ويطلع معنا قيمة لن. ما فيش مشكلة. هلا ممكن ازا طلع معي ايش مش فنطق هذا نجرب انتك مرة تانية. يعني معظم راح تكون خلينا نشوف هلا. هلا زاوية شو بدها تكون? زاوية هلا اين راح اعتبروا انه رقم فبسي عندي هلا اف سي او زن. كيف بيش بدها تكون زاويته? سساو سبعه. مش هيك من هون احنا. سي يعني ايش تستانس فور? سي ستانس فور كومبنزيطر. اذا عندي هاني بدها تساوي. بدها تساوي. زاوية زت مينس ان على زاوي او ناقص عفوا. مينس زاوية زت مينس بي. وانتو ساوي. زاوية زت مينس ان بدها تساوي عرب تاني. زت اللي هي عندي بوينت فور فور. هاي راح تسيرين بوينت فور فور ون على بوينت فور فور ون مينس. مزبوط? مينس. تان مينس ون. فور فا فون على بوينت فور فور ون مينس. هلا هون انا مضطر اعود شيء حطها براكمل مزبوط? راح اعود ان بوينت فور فور ون. فبسيرين بوينت فور فور ون. فبسيرين بوينت فور فور ون على 0.441-0.6 بتساوي 6.70 حد يحسب لهاي شو بتطلع هادي عركتان عفوان هون هادي تان-1 هاي القيمة ناقص تان-1.451 على 0.441-P قديش هاي بتطلع الزاوية اللي تانها هاي قيمتين هدوت تطعى negative قديش بش ,-1.70 بش ،-70 فهاي بتطير -70 بتصاوي 79 Ouais مم ممكة وبشكون الزاوي هاي ازاای الزاوي ها الشو بتها تصاوي بدcy اقل السبعين لها하 بتصعة عندي 钵 على 0.441-P منس الالف هاي عجام التاني شو بتصر عندي بتصير Uzback ومن شخص فاربعين مشيه للمينس من هم بتصير هاني قدش تطلع معي الآن P الزاوية اللي 0.45 تطلع معي الزاوية او بتطلع معي P عفوا قدش تاني النيواربعين النيواربعين أو ميواربعين 0.7811 مضبوط 0.6 فتطلع معي P في النهاية أنا حاس بها مش حاصل شوفوا مضبوط هين شو معنى P بتساوي 0.34 اول شي شو معنى N بتساوي 0.6 احنا قلنا عرضناها شو يعني اول شي انها مش وقديش قيمة لاني حطيت انا Z minus 0.6 اذا Z بتساوي 0.6 اذا لو اجينا رسمنا الان على الروت لوكس الاصلي انا كان عندي البولز الاصلية تبعت الفنكشن نفسه كان عنده 0 negative 0 2 positive poles 2 positive poles كانوا تقريبا هون عنده الواحد والزيرو كان هون هلا شو بتفنى احنا 0 pole 0 pole تمام 0 قديش كنتو 0.6 0.6 positive point سيقوم تقريبا هون طب هو negative point 3 اذا هيطلع على مكان البول وما كان اش بسيرو وزي ما عاكيتكم من هون الماضي هلا رح يصير اندروت لوكس رح يطلقوا هون خطيا بهذا الشكل الرسم مش مش تقليل هون بس هادو رح يتحرك واحد لهذا تجاه واحد تجاه وهذا من هون رح يتحرك تجاه ها هلا هذا الروت عفوا ها اه لا عفوا انا رسمته هون شكله بختلف اذا شفتوا المرة الماضية شكله بختلف يتحرك ايه بهذا هون شو نعمل له زاح زاح من هون فمر هلا بمر في ال point desire بهذا هلا صار يمر لي تقريبا point four four point four five فيكن تقريبا يكون هدول desire location of the close group calls وهذا بكون موصل مكان ما هم ما بنعرف شوين بسه لانه ها ها هدا ايه تبوصل لزيره لما كيه تصيره ديش فهدول المكيه يبدأ يزيد بتحركوا بوصلوا هون بكون هذا تحرك طبعا لا رحضة واحد مكانه فهدول بكونوا وسكوا هون بكون هذا بوصل من نقطة هدول صاروا هدول ليش بهموني ليش بهموني هدول الاثنين نحنو شو بحققه بحقق زيتا وبحقق اوميجا انا